تمهيدا لصرف المبالغ المستحقة غدا استكمل ديوان الخدمة المدنية إجراءة التطقيق والمراجعة الخاصة من وكفاءة الصفوف الأمامية الواردة من قبل وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وأوضحت وكيلة الديوان عبيل لدأيج أن قرار مجلس الوزراء الصاد المؤخرا تضمن معاملة منتسبي تلك المؤسسات العسكرية بمثل ما تم التعامل به مع متسبي وزارة الداخلية مبينة أن ديوان الخدمة المدنية خاطب وزارة المالية بكشوف شملت أعداد المستحقين لإتمام عملية صرف هذه المكافأة